طيب خلينا نروح ليه حاجة مفرحانة جدا ومقلقانة جدا هتقولولي تمشي هقولكو تمشي فكل حاجة في البلد دي وفي الدنيا دي تمشي ابو صلاح محمد صلاح نجمينة العالمي احسن لاعب في الدورة الانجليزي الموسم الماضي وان شاء الله الموسم ده رغم انف الحاقدين امبارح اول امبارح امبارح اول امبارح كان عنده مباراة في الدورة الانجليزي مع نادي بورنموث وصلاح كان ربنا الحمد لله موفق وفتح عليه من واسع واحرز هاتريك تلات اهداف في هذه المباراة اللي فاز فيها فريقه ليفر بول على نادي بورنموث اربعة صفر وسبحان الله كأن ربنا عايز يكافئ صلاح زيادة مش بس انه هو اداله تلات تجوان ونخلى هاتريك لا ده كمان بالتلات تجوان دول هو بقى على رأس صدارة هداف الدورة الانجليزي مشتركا مع ايوا اسمه اوبانيانج مثلا افتكر الجابوني المحترف في نادي ارسنال الانجليزي اوبانيانج الاتنين بقى عندهم عشر اهداف في الدورة الانجليزي مش بس كده ربنا حاب يكافئه زيادة كمان وخلى التلات اهداف الهاتريك دول والتلات نقط اللي خدهم ليفر بول خلى نادي منشستر سيتي اللي بينافس ليفر بول يتعثر ويتغلب من نادي تشيلسي فبالتالي التلات نقط اللي خدهم ليفر بول دول خلته اول الدورة الانجليزي بفارق نقطة عن الفريق الستيزنز او منشستر سيتي فمعنى كده ان اول مبارح كان يوم مفترج على محمد صلاح عشان كده احنا فرحانين جدا جدا ان صلاح رجع لقمة لياقته وقمة مستوى وكمان ربنا فك النحس شوية التهديف اللي كان حاصل في اول مباراة في الدورة فالدنيا مشيت الحمد لله ففرحتنا دي اللي خلها تتحول الى قلق رد فعل صلاح نفسه بعد الاهداف اللي احرزها اول مبارح فتحت معاك وجاب هترك وعمل 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 ثم نفاجأ انه بعد كل هدف مش بس ما بيحتفلش قوي دا ما بيحتفلش خالص ومش بس ما بيحتفلش خالص لا تشعر وان هناك مسحة من الحزن والغضب في وجهه معرفش حراكه شفته اللي انا شفته دا ولا لا ولاحظته ولا لا خصوصا بعد الهدف الاول اللي احرزه الهدف الاول تحديدا اللي احرزه وقف وما تحكش وحتى زميله كانوا جايين له يهنوه يحضنوه زي ما بيحتفلو وهو باصس في اتجاه معين مش عارف بقى باصس لكلوب اللي هو المدير الفني الالماني ليفربول ولا باصس للجمهور ولا باصس للصحافة ولا باصس في اي حتة وشه متجهم لا مش دي لا مش دي دا دا فقا اخر المطش خالص لباك صلاح خد الكرة وطلع لا في واحدة تانا ارجع في واحدة قبلها اعتقد وشه كان متجهم تجهم شديد واخدين بالكو ثم الهدف التاني برضو صلاح يدوبك وقف وعمل كده هو واصحابه جوم حضنوه برضو ابتسامة ابتسامة بسيطة اوي اوي على وشه الهدف الرابع بقى اللي هو التالت بالنسبة لصلاح والرابع لليفربول اللي هو اتم بيل هاتريك وهدف عالمي بكل ما تعملوا الكلمة بصوا حضراتكم دا بقى احتفالوا بعد الهدف التالت اللي انا بقول لكم على هدف عالمي معافش شفتوه ولا لا بس خشوا علي يوتيوب والمواقع شفوه هدف عالمي رقص ثلاثة اربعة ورقص الجون ورجع خد الجون تاني ورقص الباك ووقفوا اتنين دو وقفنلوا عالجون حطها بوش رجل يعني هدف عالمي هدف بتاع ميسي يعني هدف ميسي ومرادونا وكده فالمفروض لو انا جبت الجون دا يانها ربي يدنات شقلب في النجيلة واعمل افرح ومهرجانات سبعة يام بلاياليهم فجئت ان صلاح كان بيجري وبرضو وشه زي ما انتو شايفين يعني الورا اصدقائه وزملائه بص الباك شمال روبرتسون والعالمين دا ادم للانا اللهم زملائه في فريق ليفر بول مبتسمين وبتحكوا مع انه مش هم بلا جابوا الجون صلاح بصوا ماشي وشه وشه قافل وشه مكفهر وشه مش مرتاح واحد جاب الجون العالمي دا غريبة قوي غريبة قوي وانا قعدت مع زملائي كده مبارح واحنا من الكالي قلت لهم عايزين نكلم عن الموضوع دا النهاردة فقعدت اجيب الصور بتاعت الموسم اللي فات لا فرق السماء من العمى فرق السماء من العمى صلاح الموسم اللي فات مع كل هدف الدولة الانجليزي كان بيجري ويفرح ويترمي ويعمل كده اللي هو الحركة اللي بيسمونها الدايف الدايف اللي هي الغطس دي بص الفرق الصورة اللي بتشيرت الاحمر دي بعد احراز صلاح لهدف في الموسم اللي فات الموسم اللي فات مطلع لسانه ووشه بسم الله من شاء الله عامل زي البدر وبيضحك وعمل حركة كده عشان عارف ان الكاميرات هتاخدها وتشتغل بيها وبتاع دي بتاعت اول مبارحة بعد هاترك هاترك يعني احسن حاجة ممكن مهاجم يحلم بيها اخره ابتسامة مكسورة كده على الوش وبيسقف هنا مبارح هنا السنة اللي فاتت وهو واقف بعد يعني كأنه بيعمل انا فاكر السنة اللي فاتت اتكلمت مع حضراتكم عن السورة دي وقلت للناس انه كأنه ممثل على المسرح وبيقول لهم هذا هو الاستعراض انتهى الاستعراض ايه رأيكم يعني فيه في حالة تفاعل وحالة فرحة وحالة سعادة وحالة نشوة من صلاح بما يفعل ودي برضو من الصورة السنة اللي فاتت ضحكة ماليا الوش صورة من السنة اللي فاتت ضحكة وماليا الوش صورة من السنة اللي فاتت ضحكة وماليا الوش ضحكة وماليا الوش اتكلموا جمع انتوا عاوزين عن صلاح الموسم اللي فات ثم 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 صلاح هذا الموسم فرحة مكتومة وابتسامة مقتضبة وغضب مدفون ناس كتير بتحاول تعرف ايه السبب ناس كتير بتحاول تعرف ايه السبب وعايز اقول لكم ان مش انا بس اللي خدت بالي واكيد انتو كلكم خدتوا بالكم وكمان مشجعي نادي ليفر بول خدوا بالهم ويمكن ترند عند الدولة الانجليزية وفي المواقع الرياضية خصوصا من المشجعين ليفر بول استفسارهم عن سبب عدم فرحة صلاح او عدم احتفال صلاح بكل هدف من الاهداف التلاتة اللي احرزهم اول مبارح في ناس قالت لك بس انا ما اعتقدش يا في ناس قالت لك انه خلاص صلاح بعد كده هيحتفل بالطريقة دي لانه بيقول الوجه الرسالة يعني انه خلاص اصبح شيء عادي انه هو يجيب جوانه انه يبقى نجم ولا كذا انا مش مقتنع بيها او دي مش مقتنع بيها او وفي العدد الاكبر الانين وقالك لا يكون صلاح متدايق من يورجين كلوب المدير الفني الالماني متدايق من نادي ليفر بول في حاجة تبقى مصيبة ده الكلام ده على لسان مشجيع ليفر بول تبقى مصيبة لو صلاح متدايق ومش مبسوط وميفكر يرحل عن النادي لانهما شايفين طبعا ان نجمينة الفرعون المصري صلاح هو النجم الاول والاوحد يعني ساديو مانيسن غالي وفرمينيو البرازيلي ومش عارف ميلر الانجليزي وبتاع نجوم بس بعيد عن صلاح بالنسبة للجمهور الليفر بول فما يستحملوش فكرة ان صلاح يرحل هل هو غضب بسبب حملة الانتقادات اللي توجهت لصلاح خلال الشهور اللي فاتت خدوا بالكم الاعلام الانجليزي وخصوصا الصحافة الانجليزية صحافة قاسية جدا جدا ولازعة في كتابتها يعني زي ما طلعت صلاح في السماء الموسم اللي فات ممكن كزا مطش الموسم ده وهو مش موفق وطبيعا مفيش حد بيفضل كل المطشات يجيب هاترك مفيش حاج كده يبقى ساحر في بعض المطشات في بداية الدورة كان صلاح لسه مسخنش لسه الماكانة مدارتش كان لسه متأثر من الاصابة اللي الله يسمحه رموس عملها له في نهاية دورة الابطال الموسم الفات لسه الماكانة مجابتش قماش فتلاقي الصحافة الانجليزية خبطت كلام جديد وفي صحفي كتب مقالة للأسف انتشر الكتير في انجلترا من كام اسبوع اتهم فيها صلاح بانه لاعب الموسم الواحد كتب كده كلام سخيف معناه انه ايه اتضج اللي انتو كنت عاملها عمام محمد صلاح ده انا كنت متأكد ان السيزون اللي عمل او الموسم اللي عمله ده كان موسم استثنائي وان يتكرر ويا ما شوفنا لاعبين هم ظاهرة الموسم الواحد وقادي للمستوى الحقيقي لصلاحه ابتاء هل ممكن الكلام ده يكون ارى صلاح واثر فيه وخلاه مش قادر يفرح او بيوجه رسالة عتابية فيها لوم وعتاب للناس اللي هو انتو ظلمتوني وعملتو كذا تب شفتو